العراق في المنطقة البلد الوحيد الذي يتبتع بعلاقات جيدة مع إيران ومع أمريكا وهذا نقطة قوة لصالح العراق يمكن أن يلعب دور وسيط فعال بسبب هذه العلاقة المميزة مع كل الطرفين وإضافة إلى علاقات الطيبة مع الدول العربية حكومة الكاظمي تخطو نحو تصور سياسي يقوي علاقة العراق الدبلوماسية مع محيطه الإقليمي والدولي ما يعزز دورها كلاعب رئيسي في المنطقة بالإفادة من العناصر الجيوسياسية وأهمية إبعاد منطقة المصالح المشتركة عن الصراعات وانعكاساتها السلبية الحاجة الدولية إلى الأراضي العراقية في كثير من المصالح اليوم التوتر جربة دوليا للصراعات أيضا جربة دوليا لم تجدي بجدوى طيبة يعني أعتقد أن الوقت الحاضر هو ربما قد تكون نقطة بداية على المستوى الدولي انطلاقا من الأراضي العراقية أو من دور الحكومة العراقية وهنا يجري الحديث عن تصاعد التطورات الإقليمية والدولية ما يتطلب وضوح السياسة الخارجية العراقية والعمل وفق الثوابت الوطنية ما يكفل بالنتيجة صناعة موقف إقليمي متفرد تستثمره بغداد بتأمين موارد تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة تخفيف حدة التوتر أو تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران أنا أعتقد فترة الأخيرة واشنطن ترغب أن تكون لها علاقات طيبة مع طهران تفعيل الاتفاقات ضبط التوازنات تقريب لوجهات النظر تخفيف من حدة التوترات بغداد تتحول إلى نقطة لتسوية الخلافات فعلى أساس المصالح المشتركة عادة ما تبنى العلاقات تلك هي ملامح الجولة الإقليمية لرئيس الوزراء الكاظمي والمرحلة المقبلة للعراق من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية